يواجهون مآسي الغرق في قوارب لا تتسع لأحلامهم يقصدون فيها شواطئ ما عادت ترحب بهم في بريطانيا وإن سلموا من رحلة الموت فقراروا ترحيلهم أقره البرلمان يصلون إليها ربما ولكن تنتظرهم طائرات العودة إلى القارة السمراء هناك حيث رواندا الدولة الأفريقية المستعدة لاستقبالهم بعد محاولات حفيثة لتمرير مشروع قانون إبعادهم بدأت في عهد جونسون وتمت في عهد سوناك وفيما تستمر مطالبة أوروبية وأممية بإلغاء الخطة ما سر قبول رواندا بها واتفاقها مع بريطانيا يأتي المالو ربما كحافز رئيسي سيدر لها ملايين الدولارات في المرحلة الأولى وتحاول أيضا أن تحسن سمعتها الدولية بعد مرورها بفترات مظلمة من الانتهاكات الحقوقية وكذلك تريد وضع نفسها في موقع حليفة للغرب والمساهمة في إخماد النزاعات في أفريقيا وبينما تبدو رواندا راغبة باستقبالهم لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين بل إنه بمثابة نكسة قد تعيدهم إلى نقطة الصفر فهذه البلاد الصغيرة الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى يبقى اسمها في حدود أفريقيا ومعظم المطرودين من أوروبا أفريقا هربوا من هواجس الفقر والمستقبل الضائع فوجدوا أنفسهم منها وإليها لترتطم أمنياتهم بأمواج ستصدمهم أن عودوا من حيث أتيتم إسراء الصغير العربية